انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذي الاعزاء اهلا وسهلا بكم في هذه الحصة ان شاء الله رح نحل معكم تمرين تجريبي تمرين تجريبي وليس تمرين مقترح انا ضد كلمة مقترح وانما نقول تجريبي فقط تمرين هذا التجريبي جبتم من موضوع اللي درناه في باكادوريا التجريبي الفين وعشرين اللي هو من المجال الثاني للكيميا الحيوية تعرفوا بلي الكيميا الحيوية دائما يجي على جزئين الجزء الاول يكون حول الاحماض الدهنية والقليسيريدات والقرائن والجزء الثاني يجي حول الاحماض الامينية والبروتينات والبيبتيدات انا باش ميكونش الفيديو طويل رح نقسم لكم الى جزئين التمين هذا عليه كان سبع نقاط قسمتو الى جزئين على حصتين باش متكونش الحصة طويلة ومملة اذا التمين هذا وش قال لك قال لك لديك الاحماض الدهنية التمين موجود على الجهة اليسرى او الجهة اليمنى بالنسبة لكم قال لك لديك الاحماض الدهنية ا وبي وسي بحيث اكسدة الحمض الدهنية بالكامنوكات يعطي ماذا ثلاث مركبت ثلاث مركبت بحيث مركبين ثنائي الوظيفة الحمضية وش معنى ثنائي معنى عنده مننا وظيفة حمضية ومننا عنده وظيفة حمضية زوج وعنده واحد وحد الوظيفة بحيث لعنده وحد الوظيفة C.0-3 كم رأى مكتوب C.0-2 N.3 CU.0 والاخر ثنائي الوظيفة واحد عنده سي واش C.0-2 N.0 والاخر عنده C.0-2 N.6 الان يشتركوا في الان لاحظوا هنا الان يشتركوا فيها قال مثلا A ناقص 3 قادر تكون A ناقص 3 قادر تكون A ناقص 3 شحال هي 6 بعد الأخرى شحال 9 واللي بعدها 9 ناقص 6 ثلاثة قادر تكون A ناقص 6 قادر المهم رح نكتشفه A ناقص 5 مرة واحدة إذن يولي المركب بسيط الحمض X واحد منهم ثناء الوظيفة الحمضية اللي هو السيواج وفي الوسط عنده CH2 واشقالكم نسبة الكربون فيه تساوي 57.44 الحمض الدهني B ينتج من تفاعل هدراجة الحمض A الحمض A أنا أكسدناه إذن غير مشبع أعطى لنا ثلاث مركبات واحد زوج ثنائي واحد أحادي إذن عنده رابطاتين أما البيكين هدرجوه سوف يرح نضيفوله 2 عاش 2 حسب الروابط المضاعفة ويعطي لكم المركب B إذن هدراجة A تعطي البي أما الحمض الدهني C أعطى لكم معلومة عليه واشقالكم قارينة يوديه 100 وأعطى لكم أنه رمزه C وعنده رابطة في الموقع ماذا؟ 9 ألف السؤال ألف أو 1 ألف هنا واشقالكم في الألف؟ أحسب الكتلة المولية للحمض الدهني C معناها نديرو حساب الكتلة المولية متاع المركب C واشقالنا على C؟ هيا نشوف واشقالكم C C هذا C أعطى لكم قارينة اليوت انتاعو تساوي 100 واش أعطى لكم كذلك؟ كرمزه C وقال لكم 1 وعنده الموقع 9 إذن مدام عنده رابطة في الموقع 9 وعنده قارينة اليوت إذن هذا غير مشباب وشحال عنده من رابطة؟ عنده وحدة إذن المركب C نقدروا نكتبوه C N A 2 N 2 O 2 بما أنه عنده رابطة وعنده قارينة اليوت نقدروا نحسب الكتلة المولية؟ جيد تقدروا تحسبوا الكتلة المولية واش تقولوا؟ تقولوا M متاع السي شحال تحتاج؟ شحال تحتاج من اليوت عنده وحدة إذن عنده وحدة منين M متاع E D ومبعد الموجودة قد تعرف تقارية اليوت وشي يقول لك؟ يقول لك هي عدد القرامات من اليوت اللازمة لتشبع الروابط المضاحف على الروابط المغير مشبعة إذن شحال عنده رابطة غير مشبعة؟ عنده وحدة إذن واحد ما نكتبوه الموجود هنا وشي قال لك؟ الموجود في مئة قرام منين من E ل E إليئي عندك 100 ومتاع ال M L إليئي عندكم ومتاع الكتلة المولية تأسي ما عدناش إذن مباشرة M التأسي وشتوسي لكم؟ توسوي لكم 254 هذه 254 تام منتاع الكتلة المولية منتاع الإيدو لأن 1-127 نضربها في 2 تعطينا 254 ونضربها في المئة هذه المئة ونقسمها على المئة هي قارينة اليود 100 مع المئة مع المئة عفوًا تروح تبقى لكم مئة واربعة وخمسين قرام على المول سهلا هذا أبسط سؤال بعد ذلك وش قالكم وقتب صيغته النصف مفصلة نحسبنا الكتلة المولية إذن الصيغة النصف مفصلة بما أنه غير مشبع وعنده رابطة مضاعفة إذن نحسبوش حال عنده منذرة الكربون ونقولو M انت C N H 2 N ناقص 2 O 2 وش يساوينا يساوينا إلى 200 و 54 قرام باربور 12 N و 2 N هي 14 N زائد أو ناقص عفوا ناقص ناقص 2 زائد ماذا زائد 32 ماذا تساوي لكم تساوي لكم 200 و 54 إذن يسلزم كتبسط وتختم راح تلقى N يساوي إلى 16 و منه الصيغة نتاع C المجملة هي C 16 H 16 في 2 شحات 32 و ناقص 2 معنى 30 أو 2 هاي لك الصيغة المجملة لC وسيغته النصف مفصلة بما أنه عنده رابطة في الموقع 9 معنى الصيغة نتاع هي C و H 2 7 مرات و بعد عندك C H رابطة مضاعفة C H 19 و بعد C H 2 5 مرات 15 وهذه الأخيرة هي 16 10 هاي لك الصيغة انت النصف مفصلة للمركب C واضح السؤال الذي يليه جد الصيغة النصف مفصلة لX تبعوها معايا مليح الX هذا هاي لك صيغة مفصلة O O H وهنا عندكم CH 2 N وهنا عندكم CO H آه جيد هذا هو X قال لكم نسبة الكربون فيه 2 الX لازم نروح ونجدو N إذا كيف نروح نديرو أن الكتلة المولية هذا المركب X شحال عندكم هنا تبعوها معايا مليح بس كيف يجيب الصيغة بالنسبة الكربون أو بالهيدروجين دائما يعرفوا الأكسوجين هاي لجيهم سهلة أما الكربون جي صعبة إذا الكتلة المولية عفو تعل X وش يسوي لكم هنا عندكم 45 وهنا عندكم 45 45 ون 45 هاي هاي تساوي لكم 90 زائد هنا 12 مضربة الآن معناها 12 زي 2 عفو 12 زي 14 معناها 14 N شحال تقابلكم تقابلكم 100 بالمئة رحوا الآن الكتلة المولية تعل الفحم في هذا المركب X كامل شحال عندي الفحم عندي الفحم هنا وعندي الفحم هنا كش ما عندهم علاقة بأن لا إذن 2 في 12 معناها هي 24 خي من إيش غالت قال لك الكربون نعم الكربون زائد هنا عندك 12 مضربة في الآن مش 14 12 تعل فحم فقط إذن تقول له 12 الآن وش يقابلكم يقابلكم النسبة اللي هي 57 فاصل ماذا فاصل 44 بالمئة جداء الواسطين يساوي جداء الطرفين وتخدموا وتبسطوا وتنشروا إذن معناها تولي عندكم 90 زائد 14 تضربوها في 57 فاصل 44 تساوي إلى 100 في 24 زائد 12 أن وبعد توزعوا هذه في هذه هذه في هذه هذه في هذه وهذه في هذه كي توزع وتبسط وتخدم رك رح تصيب 300 و 95 فاصل 84 أن يساوي لك إلى 27 شحال 69 فاصل 6 معناها كي تخدم وتبسط رك رح تلقي أن شحال يساوي لك إلى 7 هاي لك الان تاك كي تلقي الان يساوي 7 معناها السيغة تاع الـ اكس و شنو هي معناها هي سي اش اثنين سبع مرات وهنا سي او او اش وهنا سي او اش جاي حكم صوتنا الـ اكس كي تصيب الـ اكس تقدروا تعرفوا المركبين اخرين تقدروا اش تعرفوا الـ اكس الان شحينا لانها سبعة سبعة ناقص ثلاثة شحال سبعة ناقص للمركبين 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 او ايانكتبوا السياغ الاخرى لديكم انتم عندكم الاكس هكما عرفتوها لديكم الاخر لديه احادي الوظيفة كان سي آش ثلاثة سي آش اثنين ان ناقص ثلاثة ان سبعة ناقص ثلاثة شحال اربعة وهنا واش تجيكم سي واش والمركب الاخر اللي هو ثنائي الوظيفة الحمضية واش كان ان ناقص ستة سبعة ناقص شحال واحد اذا لا داعي لكتابة الواحد هذيك اذا مباشرة سي واش ومن هذي طريقة رائعة نعطيكم هنا اكس وانا اقر وانا ز ونعطيكم كتلة المولية وكذا كذا لكن هنا نعطي لكم بالان تلقى واحد الاخرين تستنتجهم مباشرة ذوك الان سؤال هذا رائع قال لكم اكتب السياغ المحتملة انتع هذا ال ال شوف واش اعطي لكم تقول لي اسادي لاش قال محتملة ونقول لك نعم محتملة ما اعطيت لك موقع رابطة هذا دايما طرفي هذا طرفي قال لك هذا يقدر يجي هذا طرفي وهذا فلوس او العكس يقدر يجي فلوس وهذا طرفي اذا معناها ما تقدر تعرف وراه موقع الرابطة المضاعفة لو كنت بيان لك موقع الرابطة المضاعفة شي سهل وبسيط لكن ما بيان لك مادم ما بيان لك واش راح ونديدوك الان راح نكتب السياغ المحتملة لماذا لأ اذا سؤال ب نعم رانا في السياغ المحتملة لم لأ جيد السياغ الاولى هذي طرفية شوفوا معي هذي طرفية ما فيهش نقاش سي ااش ثلاثة سي ااش اثنين اربع مرات سي ااش رابطة مضاعفة سي ااش قلنا يقدر يجي هذا في الوسط مادم يجي هذا في الوسط ويش تولي تولي سي ااش اثنين سبع مرات ومبعد عندك رابطة مضاعفة ومبعد يجي هذا طرفي معناها سي ااش اثنين سي او او هذي السي غالولة يقدر يجي هذا هنا وهذا يجي اللي هنا وهذا يبقى دائما طرفي إذن السيغة الثانية سي آش اثنين أربع مرات سي آش رابطة مضاعفة هذا يجي في الوسط معنى هلنتبو سي آش اثنين ومن بعد سي آش رابطة مضاعفة سي آش ومن بعد سي آش اثنين شكون هذا وهذا وهو سبعة سي او او اش إذن هذه لك السيغة النصف أو السيغ المحتملة للحضر حمض الدهني A. جيد. بعد ذلك وش قال لك؟ قال لك جد اكتبناها اكتب السيغة النصف مفصلة ل A و B ال A ما زال ما عرفناش. عنده موزوج محتملة. و B إذا علمت أن المركب A اللي هو الحمض A عنده رابطة اللولة في الموقع 9. جيد. هذا اللي هو كن نمشو بهذا الاتجاه. أول رابطة راح تجيكم في الكربون رقم 3. وهذا اللي هو كن نمشو بهذا الاتجاه. أول رابطة تجيكم في الموقع 9. إذا وراه صحيح. إذا السيغة صحيحة هي هذه. إذا السؤال وش كون T. الآن السيغة. وش كون السيغة ل A لما له أول رابطة في الكربون تسعة. إذا السيغة صحيحة هي السيغة الثانية. إذا نقول C-H ثلاثة. C-H ثلاثة. C-H ثلاثة. C-H ثلاثة. C-H ثلاثة. تعطي المركبي. إذا هذا الرجاج حال تحتاج هذا. تحتاج إلى 2. H ثلاثة. وبالفعل هو قلك 2. H ثلاثة. بيين لك باللي عنده زوج راوة مضاعفة. إذا كن هذا الرجول A. وش يعطينا. إذا السيغة. سيغة المركبي. هي. وشنو هي. وروح شبعوا لهذا. عنده ثمانتاش انذرة كارمون. إذا وش راح يولي. يولي عندك C-O-O-H. وبعد C-H ثلاثة. ثمانتاش نقص ثلاثة. وهنا وش نكتبو. نكتبو C-H ثلاثة. هذه هي السيغة. من. 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 المركب. بي. جيد. آآ. روحوا له الجزء اللي بعده. ثلاثة. يدخل في تركيب عينة زيت. المركبات المبينة في الجدول الأسفل. شكون هو. قال لكم. إكس من ثلاثة تي جي. ثلاثة غليست غير متجانس. زيت. وش قال لكم. يسل carefully. قارنت اليوت.احh fakt billionaireства. وثلاثة. أولا ي. ثلاثة من الحمض أو أحادة leglycerate. زيت. وبعد حصل. قال لكم. قلال。 كل شيء م значит جاهل. لكن طرع لكم. قال لكم. احسبوا لي عدد الروابط المضاعفة لمن. . أحسبوا. عدد الروابط المضاعفة في تي جي. كي نحسبوها عدد موضعفة في تيجي علاش باش نعرفو المكونات او الاحماض المكونات اللي تيجي هل يتكون منين من A B C هل يتكون من 2 من A و 1 من B او 2 A C او 2 من B و 1 من A الى اخره معنى هذوق الان نعرفو اذا 2 ألف حساب عدد الروابط المضاعفة لمن للتيجي خلاص واش قالكم مع التيجي التيجي اعطلكم الكتلة المولية واعطلكم قارنة اليوت اذا سهلة اذا معناها نديرو الكتلة المولية نتاع التيجي واش تقابل لي تقابل لي X نوالا نديروها N ماشي مشكل N من الكتلة المولية نتاع E2 وامباد عندك الموجودة في مئة قرام واش يقابل لك يقابل لك إيلي إي نتاع التيجي ليعطيها لك اذا معناها المجهول التاعي واش كونه هو هو عدد الروابط المضاعفة ومينه نقول أن واش يساوي الكتلة المولية نتاع او نعوضوها الكتلة المولية تاع التيجي في ماذا في قارنة اليوت تاع التيجي ونقسمها على مئة في الكتلة المولية نتاع E2 كينديرو تطبيق عددي الآن تساوي اعطا لكم ثمنمية واثنين وخمسين في القارنة نعطيها لكم مئة وتسعة وربعين فاصل سفر ستة ونقسمها على مئة في مئتين وربعة وخمسين إذا كي تحسب واش تنصح حل نصيبها راح نصيبها باللي هي خمسة روابط مضاعفة خمسة روابط مضاعفة ينبك الآن عدنا احنا يا الحمض الدهني A عنده رابطتين الحمض الدهني B مشبه الحمض الدهني C عنده رابطة واحدة واش قالكم السؤال الذي يليه واش قالكم اكتب السياغ النصف مفصلة ب كتابة السياغ النصف مفصلة للTG الغير متجانس الذي يدخل في تركيبه كل من A شكرا و الس مفصلة و الس لماذا حتى لا يعطي لك A و الس مدام عندك خمسة روابط خمسة روابط مستحيل كيف يكون يتكون لك من A ها ولك التج يسمعون مليح كون وقلوا الحال الاحتمال اول يتكون من A زائد B زائد C B مشبه A عنده روابط والC عنده رابطة مجموعة المجموعة لو كانوا نقولوا احتمال الثاني يتكون لك 2 من A زائد B اذا 2 من A عنده الزوج في 2 ربعة معناها ربعة اذا هذا خطأ والB مشبه وكانوا يتكون 2 من A وزائد C 2 من A عنده زوج مضربة في زوج ربعة ربعة زائد C C عنده وحدة A خمسة هذه مقبولة نزيد ونواصله لو كانوا يتكون لكم 2 من B زائد قال وحدة من A كيف كيف 2 B مشبه و A وحدة معناها الزوج اذا هذه مكاش منها لو كانوا يتكون 2 من B وحدة من C كذلك نقوم وحدة هذه مكاش منها لو كانوا يتكون 2 من C وحدة من A اذا 2 من C زوج روابط وهذه روابط روابط وهذه كذلك مكاش منها وهكذا اذا وراهي طريقة صحيحة كينة وحدة صحيحة فقط اصلا هو قال لك ويتكون من A C تقول يا شيخ هو كيف تيجي وتكون من A C يقدر 2 مول من A وحدة من C أو 2 مول من C وحدة من A ما تكون لدرجة تقول كيف تيجي وقال يتكون من A B أو C نعم من A C على ما تفكر بلي يتكون 2 مول من A و1 مول من C أو العكس 2 مول من C و1 مول من A هيا نشوف لك نشوف الاحتمالات هذه كذوش طب نفاصل يخدم إذن بما أنه قال لك يتكون يتكون لك من يتكون من A A وC معنى يقدر يتكون لك 2 من A زائد C أو 2 من C زائد A لماذا 2 من A والC والثلاثة والI والثلاثة إذن C عنده رابطة والA عنده زوج زوج في زوج رابعة والواحد خمسة كون نقول 2 من C 2 في C عنده 1 و1 2 2 2 و2 شحل تساوي ربعة وهو قال لك خمسة إذن هذه مهيش إذن نشكر الإحتمال الأول ومن هذوك الآن نقول TG يتكون 2 من A زائد S إذن نكتب الإحتمالات الممكنة إذن CH 3 عفوا CH2 أو CH3 CH2 O CO ومبعد نكتب A CH2 7 مرات CH نصغر شوية بش تكفينا وبعد CH2 4 مرات CH3 نزيد هنا CHO CO ومبعد CH2 7 مرات CH ما أعطي لك المواقع لو كان أعطينا المواقع رح يسهل لك الأمر لكن مدام ما أعطي لك المواقع إذن لازم نكتب الإحتمال الممكنة وإحنا نعرف باللي إحتمالة الممكنة إنتع ثلاثي الجليسيريد يتكون من حمضين مختلفين إذن 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 عندهم إحتمال عنده زوج إحتمالات وما عندوش أكثر من ذلك إذن رابطة مضاعفة جيد هذا الإحتمال الأول الإحتمال الثاني أنه يأتي في الوسط إذن لا تكفي الصبورة أو لا تكفي أو لا تكفي نكتب ها هنا لن نخسر أول إذن نعاود هنا ونكتب الصيغة المحتملة ونحسب ونحسب النسب الموجودة في العينة صبروا معنا برك على هذه قسمة التمنين هذا شوية طويل في حسابات أصلا هذون فيهم الخدمة شوية إذن الإحتمال الثاني أني نكتب CH3 عفوا CH2 O CO ونبعد CH2 سبع مرات CH CH CH2 ثاني ونبعد CH CH CH2 أربع مرات CH3 ماذا يأتينا في الوصلك الآن؟ يأتينا السي والسي عنده رابطة مضاعفة واحدة هاي جيد كتبوا هكذا ما تغلطوش نهائيا خدموا بالعقل ما تسرعوش نظموا إيجابتكم المصحح في الباك يلقى كل شي مريقل تدل على منتاعك الكاملة مفهوم؟ خلاص هذو هما الإحتمالات الممكنة السؤال اللي بعده جد التركيب المئوي إذن إيجاد سؤال سؤال تا إيجاد التركيب المئوي المئوي جيد المئوي لكل من التي جي والم جي والحمض الدهني بي خلاص تبعوا معي مليح تبعوا معي مليح تبعوا معي مليح عندكم العينة هذي عينة ما سمينا هاش ماشي مشكل بصير متى قارينة الأسدار أمتاع العينة واعتلكم قارينة الحموضة أمتاع العينة أعطي لكم القيام بتاعها قارينة الأسدر قالكم هي 143.918 وقارينة الحموضة قالكم هي 49.195 يا جماعة لو روحوا تعريف قارينة تصبون وشي قل لك قارينة تصبون قل لك هي عدد الميلي جرامات منين من الكواش اللازمة لتعديل الأحماض الدهنية الحرة هاوليك هذا الحر وتصبون الأحماض المرتبطة على شكل أستر إذن هذو هما المرتبطة كي نجي نكتب القانون شوفوا باش ما تغلطوش باش ما تغلطوش كي جي تكتب القانون تاعك واش تقول عندي إلي أس نتعمل نتعلها يينة واش يساوي لي لحظة نجيبوا قلم أحمر باش نخدمو لكم خدمة مليحة عفوا شوفوا معايا إلي أس واش تساوي تساوي لكم إلي أس انتاع الحمض الدهني البي فاش في النسبة انتاعه زات وعلى من نقسموها نقسموها على مئة زائد إلي أس انتع من انتعديجي في النسبة انتاع واشكون إيقراك ونقسموها على مئة زائد إلي أس انتاع تيجي ونضربوها في ماذا في إكس ونقسموها على مئة مناقشة خفيفة قلنا قارنة التصبن هي عدد الميلي جرامات اللازمة لتعديل الأحماض الدهنية الحرة هاولك الحمض دهني حرة تحكي و شكوه وتصبن الأحماض المرتبطة على شكل أسر هاولك هذا هو الحر وهذا هما المرتبط كي يجو نخدمو معنا هذي إلي أ تاع العينة ولا شنو وهذي إلي أ تاع العينة ولا لا جيد خلاص صحيتو معناها إلي أس وش تسوي تسوي إلي أ زائد إلي أ زائد إلي أ سنعمل جامعين تاحو بقل الآن إلي أ طهالي نقدر نحسب بها زد ولا نقدرش صحة هذي هي الفكرة تقدر تحسب بها زد وإلي أ شقدر تحسب بها تقدر تحسبها Y و X. لماذا؟ يقول له عندك مجهولين و عندك كي تصيب أنت Z تعرف بالنسبة تعزاد و Y و X مية كي تصيبوا Z مثلا Z تصيبوها 50 ما حال بقاتكم هنا يا 50 تقدر تخدموا واحدة بدلة الأخرى ولا لا تخدمها جملة معادلتين بالدرجة الأولى بمجهولين نخدموها بالجمع والتعويض قرينها في المتوسط سنة رابعة متوسط جيد هيا نطبقوها إذن مدام Y و A هي هذه إذن ماذا سنفعله؟ سنفعله الآن إيجاد Z ماذا سنفعله؟ نفعله أنا Y و A تعالعينة ماذا تساوي لي؟ تساوي لي Y و S و Y و S هي نفسها Y و A معناها أنتو ما عندكم 56 في 10 قوة 3 و نقسمها على الكتلة المولية تاع B و نضربها في Z و نقسمها على 100 و هي تساوي لكم؟ تساوي لكم 49.195 أذهب و نحسبه الكتلة المالية تاع B و نتاعنا كيف هك environments كنحسبوه ها الكتلة المولية التاعنا التاع B إذن البيناتنا عنده 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 شحال وراه البي البي عنده سي ثمنتاش مشبع البي بسكو ناتج من هدرجة المركب نعم ناتج من هدرجة المركب ا إذن معناها الكتلة المولية تاع البيناتنا اللي هي بين قوسين السي ثمنتاش اش ستة وثلاثين او اثنين كي تحسبو تقولو اثناش في ثمنتاش زائد ستة وثلاثين زائد اثنين وثلاثين عراكم رايحين تلقوها اللي هي ميتين وربعة وثمانين ميتين وربعة وثمانين قرام طاربون هاي لك الكتلة المولية المركبة نروح نعوضوها لهيه معناها تولي عندك ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة وتقسمها على ميتين وربعة وثمانين ونضربوها في زاد ونقسمها على مئة معناها نضربوها في زاد نجيبوهن الميتة وهذا وش يساوي لكم يساوي لكم الى تسعة وربعين فاصل ميتين وخمسة وتسعين يا جماعة هذي في هذي تقسيم هذي في زاد تساوي هذي نقدرو نلقوه الزاد ولا ما نلقاش كي تخدم وتبسط رح تلقى الزاد يساوي لك خمسة وعشرين بالمئة اكس زايد ايقراك شحال تساوي تساوي الى خمسة وسبعين بسكو خمسة وسبعين زايد خمسة وعشر شحال تساوي تساوي مئة خلاص اذا ايا نجيبوه هذوك الان عندكم هذي الجملة المعادلة وعندكم هذه عندكم إيلي اس تعديجي اذا عندكم إيلي اس تعديجي في ايقراك ونقسمها على مئة زايد عندكم إيلي اس تعديجي ونضربوها في اكس ونقسموه على مئة واش يساوي لي يساوي لي الى مئة وثلاثة واربعون فاصل تسعمية وثمانية عشر ايلي اس تعديجي عندنا ولا ما عندناش أسأنا شوفو ما عندناش بس صحي قالكم الديجي تكون من السي صحي نقدر ونحسبوه له الكتلة المولية وزيد والتيجي عندكم الكتلة المولية اهاي نروح وضوك الان نروح ونحسبو الكتلة المولية انتعديجي اذا الام انتعديجي واش يساوي لكم احنا نعرفو باللي نحسبوه بالإيماها عندكم الديجي زايد ماذا زايد اثنين هذا الوقت الإنции تكون مصطرف different增加 وkov يكواني بقياس سي بقياس سي زائد ثمانية زائد ثمانية وربعين زائد اثنين السي ميتين وربعة وخمسين ناقص اثنين في ثمنتاش هذي كي تحسبوها وتبسطوها راكم رايحين تلقاوا الكتلة المولية نتاع الديجي ثلثمية وثمانية وعشرين قرام طرمون هايلك ونديرها في ايطار نرجع للعبارة تاعي هذي اذا ايلي اس تاع الديجي واشتو ساوي لكم ثنين في ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة ونقسمها على الكتلة المولية نتاعك ثلثمية وثمانية وعشرين في مائة مضروبة في ايقراك زائد ايلي اس تاع تيجي ما عندكمش ثلاثة في ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة وتقسمها على الكتلة المولية وعطاها لك ثمنمية واثنين وخمسين ونضربوها في مائة المياهية عن نسبة هذه المياه جبتها هنا فقط ونضربها في ماذا في اكس واش دو سوي لك دو سوي لك مياه وثلاثة وربعين فاصل تسعمية وثمنتاش اذا عندكم هذه وعندكم هذه نقدر نخرج وحدة بدلة دخولة نعم نقدر نخرج وحدة بدلة الاخرى هايا بسرعة خلاص هاو التبني تاعنا سيبو خلاص اذا صبتوا اكس ويقراك وزات هذا هو اللي راي شدنا في الحسابات فقط هذا هو التمرين اللي انطولوا فيه وهو التمرين رائع هذا بس كل مجاهيل في ثلاثة ومالفين نعطو لكم مجهول واحد نعطو لكم مجهولين ضوك الان المجاهيل راهم في ثلاث اذا ضوك الان كن روحو نخدمو واش نحسبو ضوك الان نحسبو واش قالكم اه ميتين وستو وخمسين فاصل في عشرة شفو نخدمو وحدة بدلة دخولة اذا واش نقولو ونقولو ايقراك عندكم ايقراك واش تساوي تساوي خمسة وسبعين ناقص اكس هاي والله لازم نخدمو في بلاست ال ايقراك واش نحطو 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 خمسة وسبعين فاصل اه ناقص اكس روحو نعوضوها كي نحسبو هذي القيمة الولى واش راح نصيبوها رانا راح نصيبوها باللي هي اه واحد فاصل باس كون نقسموه على مياه واحد فاصل سبعمية وسبعة مضروبة في خمسة وسبعين ناقص ماذا ناقص اكس زائد روحو لبعدها هذي كي نخدموها ونقسموها 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 على مياه راح نصيبوها باللي هي واحد فاصل تسعمية وواحد وسبعين اكس شحال توساوي لكم توساوي لكم مياه وثلاثة وربعين فاصل تسعمية وثمانتاش كي نديروا الناشر هذي في هذي وهذي في هذي وهذه كينا اكس وراح نبسطو رقم رايحين تلقاو شحال تلقاو تلقيقا تصيبو مياه وثمانية وعشرين فاصل سفر خمسة وعشرين ناقص واحد فاصل سبعمية وسبعة اكس زائد واحد فاصل تسعمية وواحد وسبعين اكس توساوي لكم مياه وثلاثة وربعين فاصل تسعمية وثمانتاش اجمع هذي مع هذي بسكو ال اكس راه يكينا هنا والاكس راه يكينا هنا اذا كي تجمع هذي مع هذي وتنقل هذيك منه رك رح تصيبو باللي تصيبو اكس تساوي لكم الى ستين بسط واخدمها تلقيها اكس يساوي ستين ما دام الاكس يساوي ستين اذا نقدرو السنتجو ايقرك ولا ما نقدروش معناها ايقرك توساوي خمسة وسبعين ناقص ستين وتساوي خمستاش بالمئة وخمستاش بالمئة اذا خمستاش والستين والخمسة وعشرين رح هتخرج لكم مئة بالمئة وهو المطلوب اخر سؤال احسب قارينة اليود حساب قارينة اليود لعينة الزيت اذا قارينة اليود لهذه العينة وش نقوله نقوله ايلي اي تاع العينة واش تساوي تساوي لك ايلي اي تاع الحمض الدهني بفي النسبة تاع وش حلقناها خمسة وعشرين وقسمناها على مئة زائد ايلي اي تاع الديجي مضروبة في النسبة تاع الديجي ايش حال خمستاش ونقسموها على مئة زائد ايلي اي تاع تيجي نضربوها فاش في ستين ونقسموها على مئة قال لك الديجي تكوام السي والسي مشبع اذا هذي باش تروح تروح بالصفر اذا وش بقال لك قال لك هذي وهذي ايلي اي تاع تيجي عندك و ايلي اي تاع البي عندك اذا تطبيق مباشر اذا تولي عندك ايلي اي تاع العينة واذا تفعل؟ إلي إيتي على البيهن ونقسمها على مئة ما نشغلت؟ ماني.. أه.. دقيقة عفواً دي جي دي جي.. آه دي جي غير م.. البي هو المشبه عفواً عفواً ماشيه تروح بالصيفور عفواً عفواً هسنا وراني غلطت هذا يتروح بالصيفور لأن البي مشبه هذا مشبه مدام هذا مشبه هذا يروح بالصيفور اعتذر ها.. إذن معنا تروح بالصيفور ويش يبقى لك؟ يبقى لك الدي جي الدي جي عنده يتكون من السي والسي عنده رابطة معناه هتولي عندكم اثنين في في ماذا؟ في ميتين وربعة وخمسين ونقسمها على ثلثمية وثمينية وعشر كتلة المولية تاعه نضربوها فياش نضربوها في خمستاش ونقسموها على مئة ماك مان يشغلت؟ مان يشغل زايد إلي إيتي تعتيجي يعطيها لكم مقبيل اللي هي شحال مية وتسعة وربعين فاصل سفر ستة ونضربوها في ستين ونقسموها على مئة إذن هذي كي تحسبها وتبسط إلي إيتي تع العينة ماذا ستساوي لكم؟ تساوي لكم مئة وواحد فاصل سفر وواحد وخمسين ونقسموها في إيطار تمني شوية طويلة؟ بصح مليح لماذا؟ قارنة اليود هذه وقارنة التصبن وقارنة الحموضة وقارنة الأسر وظفناها وإكس وإيجرك مجهولين وزات ووجبناهم باستغلال ماذا؟ إلي أ وإلي أس هذا جزء واحد فقط شوفوا حسنه اختيار الموضوع مهم تلاميذي في القسم ثلاث تلاميذ من بين عشرين تلاميذ اختاروا الموضوع الثاني لماذا؟ قالوا تم الموضوع الأول فيه ثلاث تامارين والموضوع الثاني فيه أربع تامارين لكن للأسف الشديد الموضوع الثاني أسهل بكثير من الموضوع الأول بالرغم أنه فيه الكيمية الحركية وهما مع لا بالش من خافه هذا الموضوع نعم بسيط بسيط ما قلناش صعب لكن فيه الأمور الحسابية أكيد التلاميذ رح يضيعوا النقاط في الحسابات أما الموضوع الثاني ما فيه حسابات بسرح ماشي كما الموضوع الأول اللي فيه حسابات كثيرة وخاصة في هذا الجزء وحداري تغلطوا ونأكد نأكد الحسابات ثم الحسابات لازم تتأكدوا من خدمتهم مفهم حصل جاي ان شاء الله عيد عقدة نتلقوا في الحصل جاي نكملوا جزء ثاني ونكملوا لكم كذلك الملخصات الشاملة الانترمو ديناميك وما تنسوا الشعارنا دائما شعارنا للمزا مرحش باك والعلامة الكاملة فرحوا والديكم وتعبوا وشبقا لكم ان شاء الله زيدوا زيدوا في القوة ان شاء الله توصلوا وتنجحوا وتفرحوا والديكم وتفرحونا ان شاء الله سلام